يعني يقولوا إشاعة مثلا مضمونها أن هيحصل حظر تجول بين فيها المتحدث العسكري وناء على الإشاعة الناس تنزل تفضل سوبر ماركت من المواد الغزائية وليس قبلها بدخل الهوى مع حضرتك كان فيه شائعة الزلزال شائعة الزلزال دي اللي هي قسرت كل مواقع التواصل الاجتماعي من كم ساعة كده وطلع دي مضمونها إيه إن فيه زلزال مصر بكرة هتتعرض للزلزال معين بقوة كبيرة والدكتور جاد القاضي اللي هو مدير المعهد الفلكي بمصر يعني طلع ونفع هذه الشائعة بشكل طبيعي جدا وبشكل علمي جدا وقال إن مصر مش خريطة خالص للزلزال دلوقتي ما عنداش خريطة الزلزال دلوقتي هم قصة كلانا فيه زلزال حصل في ولاة تيوتا الأمريكية والزلزال حصل في أندونيسيا النهاردة فهم بدأوا يعني يربطوا مننا دلوقتي كلنا منتعرض لنفس بالزبط كده هي دي مشكلة أكبر يعني هادي مشكلة أكبر إن أنا بدي للأسف الشديد وفي بعض يعني تحديدا الشائعة دي لما خرجت فيه ثلاث أماكن في محافظة الجيزة طلعوا ميكروفونات ومشوا في الشارع وقعدوا يقولوا للناس يا جماعة ما حدش يقعد في بيته ويخرجوا كلكم للزراعات علشان فيه زلزال هيحصل كمان شوية بسهولة جدا؟ هي دي بقى المشكلة إن أنا عرضة كمواطن مصري عادي لمثل هذه الشائعات واللي تصدقها الكرسة فين بقى يا أستاذ عيدل؟ الكرسة في من يقوم بيبثة هذه الشائعة لو قائد رأي هو اللي بيبثة هذه الشائعة هي دي الخطورة الأكبر لأن قائد الرأي ده شخص موثوق فيه الشخص لديه العلم لديه المعرفة لديه القدر على التأثير لديه مهارات اتصال فطبيعي جدا إن أنا لما هسمع حد أنا بثق بيها صدق يعني وبالذات إن الشائعات بتنتقل أكثر بالاتصال الشخصي يعني اللي هو الانتر بيرسنال كومينيكيشن زي ما بنقول كده اللي هو أنا أعدم حضرتك فبقول لك معلومة فأنت بتثق بيها فبتاخد المعلومة دي على إنها حقيقة مسلم بيها لديه مهارات اتصال